بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ضمحلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكرى العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردآ ووزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذي الله ونخزا إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيد من خلقته وصفوتا من اصطفيته وأفضلا من اجتبيته وأكرما من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرع وحففته بجبرئيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كرهاه المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملو أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والما وعلاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصيي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوه حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعد وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العماء وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبقوا بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحقوا في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لوم تلائم قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأوضع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيره فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثى الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصائه ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقص يا من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباقون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتدر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيهد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاء أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيهد العتاة والمرد أين مستأصل أهل العناد والتبليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بذهم المقتول بكربلا أين المنصور على من اعتدى عليه وافتراء أين المفطر الذي يجاب إذا دعاء أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين بن النبي المصطفى وابن علي المرتبى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهدات المهديين يا ابن الخيارة المهددين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يبنى البدور المنيرة يبنى السرج المضيئة يبنى الشهب الثاقبة يبنى الأنجم الزاهرة يبنى السبل الواضحة يبنى الأعلام اللائحة يبنى العلوم الكاملة يبنى السنن المشهورة يبنى المعالم المأثورة يبنى المعجزات الموجودة يبنى الدلائل المشهودة يبنى الصراط المستقيم يبنى النبي العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى طهاء والمحكماء يبنى ياسين والذاريات يبنى الطور والعاديات يبنى من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا وقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النواء بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا غانج عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمنين ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا أخلى هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنحضى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واشتفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والأولى فأغف يا غياث المستغيثين عبيدك المفتلى وأرهي سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمتا وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنتي محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاتا لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أولياءك وأدلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي به إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئان سائغا لا ضمأ بعده يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين عام لمزرعني قد مستجابا